سيكون هناك أكيد توافق حول أهم النقاط التي عرضت في جدوى الأعمال الاجتماع اجتماع الأمس واجتماع اليوم كما ذكر حميد شبيرة بالأمس فإنه مجموعة من النقاط تم التطرق إليها في الشق الاقتصادي الشق السياسي وشق أيضا الاجتماعي في الشق السياسي تم التطرق على رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية وأيضا تم الإشادة بما قامت بالجزائر منذ حوالي أسبوعين إعلان الجزائر وإمضاء الفصائل الفلسطينية 14 فصيلا فلسطينيا لإعلان الجزائر الذي ينهي الانقسام عبر مراحل أيضا القضية الليبية كانت أيضا محور نقاش الاجتماع بالأمس أيضا القضية السورية قضية اليمنية في القسم الثاني حسب ما قسموها اجتماع الأمس للقسم الاقتصادي تم أيضا تطرق خاصة لنقطة الأمر الغذائي والتبادل الاقتصادي البيني العربي العربي هذا في الشق الاقتصادي أما في الشق الاجتماعي فتطرق إلى القضايا التربية قضايا التعليم قضايا الصحة وغير ذلك هذا ما يتم الآن أيضا التوافق عليه والنقاش عليه ومن ثم التوافق عليه ليكون مسودة لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيكون كما قلنا بعد يومين جديد بالذكر نبيل أنه أيضا اليوم على الساعة الثانية ستنطلق اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون برئاسة الشقيقة تونس مدام أن القمة العام الماضي أو قبل ثلاث سنوات عقدت في تونس وبعدها سيتم تسليم المهام للجزاء لتترأس أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماع الذي أيضا سيكون غدا بحولها تقريبا هذا مجمل ما سيكون اليوم هذا جدوى الأعمال اليوم